أهلا بحضراتك وحديثنا لسه مستمر عن دور الأبطال لا أحمد عايزين نقف على برشلونة والإنتر والسؤال اللي بيطرح نفسه برشلونة على مستوى دور الأبطال رايحة الفين طبعا على مستوى الليجة ماشيين بشكل كويس وشفت مباراة الإنتر أمام وطبعا فوزوا على برشلونة 1-0 إزاي الأول بس بعتذر عشان قلت معلومة خطأ عن مالش بورتو بورتو اللي كسب ليفركوزن ليفركوزن اللي كان متأسر معلش متأسف جداً لاجساد المشاهدين والحضرتك المرشلات تقلق في ديوجو كوستا بشكل كبير جداً حرس مرمى وبورتو بنسبة لبرشلونة وإنتر الماتش كان يعني غريب جداً في شوته الأول بإزاي برشلونة أهضر فرص يعني فرص عديدة أنها تكون فرص يعني كان دايماً برشلونة قبل الفرصة لازم يهدرها قبل ما تروح له وتكمل وكان عثمان دمبليكة العادة يعني لما بتحتاجه في الماتش الكبير قوي ممكن يخزلك يعني ممكن يخزلك في قرارات أحياناً بيكون فردية ملاهاش دعوة بالكوة التي بسعته في اللعبة يعني ملاهاش دعوة بالكوة هو نازل عايز يكسب وعايز يجيب ومعندوش تأثير بس هو دايماً قرار قرار غلط قرار ما فيهوش مسئولية بشكل ما طبيعاً بيخسر الكرة في مناطق كانت سهلة جداً ويمكن يعمل باص سريع أو بتأخر شوية في الباص فبتتطع منه في مناطق خطر بالضبط استقبال الهدف كان سازج أنا شايف استقبال الهدف كان فيه سازجة كبيرة من الدفاع كله من تريش تيجين التصويب بالشكل ده ما ينفعش يعدم الحطة كلها ولو عدم الحطة كلها شتيجين كان معهم ساحة كبيرة أنه هو يلقط الكرة الشهد الثاني برشلونة كان جيد لدرجة كبيرة بس خلاص كان يسيموني إنزاجي أفل الملعب تماماً وأنا بحي إنزاجي علشان ما ننزلقش القصة الكلام عن برشلونة إنزاجي عمل ماتش كبير جداً جداً في ظل خسارة أكتر من عنصر أساسي بالنسباله وعدم جهازية لوطارو مارتينيز اللي راجع في تدريباتها يومها الصبح فهو ما كانش بيلعب بالماتش بكامل جهازيته وفي نفس الوقت قفل على فرقة مسك الكورة وبتلعب بالقفل فرقة ما هيدي برضو السؤال يا أحمد أنت عندك سلاسي يجوم تكلم على ديمبلي رافينيا وليفا تحتهم بدري وجافي وبوسكتس وبتتكلم على فرقة على المستوى اللي جومي طبيعي إنها تكون يعني مميزة جداً ولكن شفنا عقم دفاعي شوية هل السؤال ليفا مش لاقي نفسه في دور الأبطال مع البرصة لأنه على مستوى اللي جا ماشي بشكل كويس طيب السلاسي اللي قدام تكلم على رافينيا بعض الناس بتتكلم رافينيا مش عدلته في بعض المباريات بيلعب ناحية الشمال لا ناحية اليمين الأفضل طب ديمبلي هو أصلا بيلعب طرف يمين حلل الجزء اللي جومي بالنسبة لبرشلونة خلال الفترة دي يعني هو برشلونة قوي قوي جداً هجومياً قوي بشكل ملفت يعني قوي قوي بس أول لما تحطه يعني أول لما تقابله بسيستم دفاعي برشلونة بيفشل في شيء وده لما بيس بتعلى بالليفل حاجة بسيطة يعني بتعلى بالليفل حاجة بسيطة في أوروبا وتخلي القرارات الفردية وده ملعبة أصعب يعني تخلي كل واحد عنده إنما ديمبلي في الليجة بيواجه اللاعبين إلى حد كبير هو مستواف الكرة على منهم بكتير فبيعد رفينيا كذلك أنصفاتي لما بينزل كذلك لفندوسكي لا ما فيش اختلاف بس يا الفرصة ما بيكونش سانحة دائماً طلع ماتش بيرن من الاعتبار بيرن ماتش بيرن من اخبار شونا كله كان ما كانش موفق بيروحوا لحد الستة وبيضيعوا يعني ماتش بيرن وإن كان ليه تأثير ماتش بيرن ده يأثر لأن لو أنا داخل ماتش انتر مرتاح مش هبقى شوط الأول بحس إن أنا يعني بجري وراء جون ولا شوط كاني بجري وراء التعايد حتى لو كان برشلونة اتغلب في انتر ومعايزة تنقط من ماتش بيرن لو ترجم كرة واحدة جون في الوقت ده كان ممكن ماتش يختلف تماماً وبرشلونة يأخذت تلات نقاط فماتش بيرن مهم بس لو لفندوسكي هو صنعته أساساً في الكرة مش بتعتمد على تأقله هاتهالي كده هيجبها كده ما بيجيش كده خلاص مش هجيب لفندوسكي بيعملش لفندوسكي أهميته الكبيرة إن الكرة توصله في أماكن سانيحة للتسجيل في مساحات كويسة في المنطقة وسيبه يتصرف طيب إيه رأيك في يعني أنت أكيد شوفت الماتش كان فيه ضرب الجزاء واضحة على مستوى يعني أنا استغربت جداً يعني لما اللقطة راحت للفار قلت مليون في المية حيصفر ضرب الجزاء وكانت المفاجأة أنا افتكرته بيعمل كيف يقول له هاته الكرة يعني أنا استغربت جداً بقول له كم من لئك حتى بعض الناس علاقت على نظرة إنزاجي أه طبعاً بيننا الأمور واضحة جداً حتى على مستوى الفار واضحة جداً يعني بعض الأمور حتى على مستوى الفار في أوروبا برضو بيكون عليها علامة استغربة والحكم ده عنده مشاكل أخلاقية تانية برا الملعب بس يعني بغض خلينا جوال ملعب أه يعني عنده لا يعني نقصد أنه ما كانش يعني الحكم ده نفسه وفيه جوال ملعب عنده مشاكل في المباريات السابقة في دور الأبطال بس خلينا نطلع من جنب التقييم هو الراجل رجع للفار مؤكد الفار قال له نوت بنالتي ما قالهش تعالى شوف فالمشكلة عنده حكم الفار المشكلة عنده حكم الفار حكم الفار يعني اللي هي قصة مش تطبيق القانون بحيث يغلط القانون ده تطبيق القانون بحيث تلع القانون غلط لأنه المبرر اللي تقال بسبب ضربة الجزاء دي من حكم الفار مبرر كفيل بنس في جميع ضربات الجزاء في التاريخ يعني كده ما بيش ضربة الجزاء بالضبط أنت لأنه لما تلمس في حتة من شعره ما غيرتش الاتجاه أصل حتة من شعره من الإيد هي الأصل الإيد هي اللي غيرت الاتجاه بعد كي يجي أقولك ده ما بقص ده لو طلعها كده غير لو زحلاء هتطلع بره فيعني احنا نبنفقد كورة القدم معناها هو يا كورة بشكل ما لا والفكرة كمان أنه هو أحمد يعني اللعبة كان ماشي وبعدين الفار قال له فيه شك أنها ضرب الجزاء وبعدين الفار نفسه ما قال لهش تعالى بص ده الفار نفسه قال له لا مش ضرب الجزاء وبالتالي برضه طبعا على الأهل هو يروح يشوف يعني احنا شكين لا فيه مشاكل في الفار طبعا فيه مشاكل في الفار وهو ما عشان بيستنادي بالذات بيطلبوا الحكام بتقصير مدة الرجوع للفار فيستعجل شوية فحكم الفار بقى ليه سلطة أكبر أن ياخد القرار ماء لو قال له نوت بنالتي يبقى نوت بنالتي الماشيين أو في نظرية المؤامرة ضد برشلونة بيقولك أنه علشان قواعد اللعب المال النظيف وعلشان يوافى مستعجدا من الليجة عملوا مع برشلونة وإزاي أيد اللعابة السنة دي وما إلى ذلك ودور ناصر الخليفة في ربطة الأندية الأوروبية أنا مش من هوات هذا الطرح أنا الحكم ده أخطأ خطأ فادح خطأ أدى لتغيير نتيجة مباراة مهمة ولكن خلينا نحط الأمور في سيقة برشلونة لم يكن جيدا برشلونة لم يظهر بالمستوى المصدوب الهدف اللي ألغي مثلا بتاع أنسو فاتي كان هدف يستحق الإلغاء لأن فاتي ريحها بإيده لبيدريو ما فيهاش كلام قاصد مش قاصد ريحها بإيده في الشروط الأول يعني تلغى 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 درب الجزاء للاوتارو مارتينيز وتلغى هدف فشبهة المؤامرة أنا مش بس في مشكلة في عدم الكفاءة في التعامل مع تقنية الفار هتبقى فيه حاجات يا كابتن لما في كاس العالم في قطر تدخل تقنية التسلل شبه الآلي تدخل تقنية تانية ليه علاقة بمساعدة الحكم على التخاص قراره أظن بعد كده الفار هيقيم تقييم يعني خلاص لو لو فيه علم فيه خطأ زيادات خلاص تدوس على زرار بيطلع لك النتيجة آه بس هو اللي يطلع النتيجة والعنصر البشري في بعض الأحيان يعني خلنا استخدم مصطلح يعني بيتساذج يعني اللي هو بحاول يكون يعني اللي حصل في ماتش برشنو إنتر ده فيه سازاجة يعني لمجرد أنه قال لك ده لمست شعره فنزلت على إيده لا إحنا كم شنعب كوره يعني كده كل ضربات الجزائي في تاريخ العالم مش هتحزن صحيح عندك حق